برأيك الأزمة الحالية هل ستحل من جوانب إنسانية فقط لمجرد التضييق الذي تمارسه إسرائيل على أهل القطاع وتصبح الخيوط السياسية فيها المماطلة التي اعتدنا عليها؟ أنا أعتقد أن المنظمات الدولية وجميع الدولة سواء في الإقليم أو حول العالم لم تتوجه فقط لحل المسألة الفلسطينية في الوقت الحال وخاصة في ظل التطورات الحالية من جانب واحد وهو الجانب الإنسان أنا أعتقد أنها ستطرق إلى الجوانب السياسية وإلى الجوانب العسكرية أيضا والأمنية فيما يخص قطاع غزة وفيما يخص أمن دول الجوارة وعلى رسول مصر يعني لن تتطرق فقط إلى المسألة الإنسانية أو حل الأزمة الإنسانية في قطاع غزة أنا أعتقد أن قمة السلام ودعوات لعقد جلسات داخل مجلس الأمن الدول أنا أعتقد أنها ستكمل بعض البعض لحل المسألة الفلسطينية بشكل دائم وليس فقط بشكل مؤقت أو حلها من جانب واحد وهو الجانب الإنسان أعتقد أنها ستتطرق لجميع الجوانب وإلى أيضا نتمنى أنه يكون دعوة لإقامة دولة فلسطينية برأيك هي مرحلة مفصلية لتحريك المياه الركدة بالتأكيد ما يجري الآن في فلسطين أعتقد أنه سيختلف الأمر قبل 7 أكتوبرا بعد 7 أكتوبرا فيما يخص المسألة الفلسطينية بشكل عام يعني أعتقد أنها ستقود إلى حرب قد تتسنع هذه الحرب لتكون إقليمية أو أنها ستقود إلى حل المسألة الفلسطينية بشكل دائم إما للتصعيد أو إما للتهديئة بالضبط لكن الاحتمالات متواجدة في كافة المستويات سواء تصعيد أو تهديئة بالضبط يعني الاحتمالين قائمين هناك مؤشرات تقول أن الاسترار الحالي في قطاع غزة أو في فلسطين سيأخذ منحة إقليمي أكثر وهناك أيضا على الجانب الآخر محاولات مصرية لدعم الجانب الإنساني في قطاع غزة أو في فلسطين ودعم الحل القضية الفلسطينية هناك كما تطرقنا قبل قليل إن أن هناك حزب الله دخل على خط المواجهة مع إسرائيل وهناك أيضا أعتقد بالأمس قد تعرضت سفينة أمريكية فيه بالقرب من سواحل اليمن لهجمات من جانب أعتقد الحوثيين فأعتقد أن المسألة تتسع أكثر لتصبح إقليمية فإذا لم تقود هذه الجهود الإقليمية والدولية لحل المسألة الجارية في فلسطين ومنع تحولها لحرب إقليمية أو صراع إقليمي أكبر فأعتقد أنها سيكون الأمر أكثر سوءا ترجمة نانسي قنقر